اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن الجدري المائي او تشيكين بوكس ده مرض بييجي خصوصا في الاطفال بنشوفه كتير في الاطفال وبيكون معا طفح جلدي او حبوب في جسم الطفل بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده والمرض ده معدي جدا لكنه مش خطر ان شاء الله وبيعدي بسلام وعلى فكرة في فرق بين الجدري والجدري المائي الجدري بس ده كان مرض قديم وكان خطر جدا وبنسبة وفيات عالية جدا لكنه انتهى من العالم الحمد لله اللي موجود دلوقتي واللي انت بتشوفه اسمه جدري مائي بس عشان الجدري انتهى فخلاص العرف دلوقتي اي حد يقول جدري يقصد به الجدري المائي وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو الجدري المائي ده مرض فيروسي بيسببه فيروس اسمه فيروسي زوستر فيروس وممكن يصيب اي شخص لكن احنا بنشوفه اكتر في الاطفال تسعين في المية من الحالات بتاعة الجدري المائي بيكونوا اطفال وهو زي ما قلنا مرض معدي جدا بينتقل من شخص لاخر او من طفل لاخر عن طريق الرذاز عن طريق ان هو بيكلم فبيطلع رذاز عن طريق الهوى وينتقل وممكن كمان عن طريق الاختلاط المباشر ولانه معدي جدا ممكن يعمل حاجة زي وباء كده مدرسة بحال هيجيلها الموضوع او فصل كامل بينتشر بسرعة في التجمعات فترة الحضانة بتاعته بتكون من عشرة لواحد وعشرين يوم بمعنى ان الطفل لو جالوا الفيروس ده ممكن يقعد من عشرة لواحد وعشرين يوم لحد ما تظهر عليه الاعراض اعراض الجدر المائي او ممكن الطفل يجيله ارتفاع بسيط في درجة الحرارة الم بسيط في البطن ممكن يجيله شوية صداع فقدان للشهية الطفل مش عايز ياكل ممكن التهاف في الحلق الحاجات دي ممكن تيجو ممكن ما تجيش لكن بعد كده بيظهر الطفح الجلدي المميز واللي من خلاله بيتم تشخيص الجدر المائي والحبوب دي ممكن تظهر في اي منطقة في الجلد تقريبا ممكن الوجه الزراعين البطن الزهر ممكن الساقين اي حتة في الجسم تقريبا ممكن تظهر فيها الحبوب دي والطفل ده بيكون معدي قبل ظهور الطفح الجلدي ده بيومين اتنين والحد الحبوب دي ما تختفي تقريبا الموضوع بياخد كمان اسبوع غالبا الطفل ده بيخفل وحده ومش بيسيب اي مشاكل عليه ان شاء الله والحبوب دي كمان بتختفي ومش بتسيب اثر الا لو كان حصل فيها عدوى بكترية ثانوية يعني احد الحبوب دي مثلا حصل فيها عدوى بكترية حصل فيها خراج فممكن يسيب اثر بعد كده لكن معظم الحالات بتعدي بدون مشاكل وبدون مضاعفات وبدون اثر اصلا كمان للحبوب دي وكمان الطفل بيبقى عنده مناعة منه بعد كده يعني الطفل اللي تصاب بالجدير المائي مش بيجي له جدير مائي تاني لكن الجدير المائي ممكن يكون خطر على بعض الفئات. زي مسلا لو طفل عنده نقص مناعة. ده ممكن يكون خطر عليه شوية. نقص مناعة لانه بياخد كورتيزون مسلا لسبب ما? او عنده ورم خبيس او سرطالة قدر الله او عنده ايدز او حاجة زي كده فبيبقى خطر عليه شوية. كمان الجدير المائي ده خطر على الحوامل زي ما هنعرف بعد شوية. وخطر شوية على الكبار البالغين. بمعنى ان الجدير المائي ده لو جه لطفل طبيعي ما بنخافش منه كتير. لكن لو جه لشخصي بالغ وطبيعي ممكن يحصل معا مضاعفات شوية. لما نيجي نتكلم عن مضاعفات الجدير المائي لازم تعرف ان معزم المرضى اغلبيتهم بيعدوا بدون مشاكل وبدون مضاعفات اصلا. لكن نسبة نادرة زي ما قلنا هي اللي ممكن تحصل لها مضاعفات فتبقى بس عارفها. يعني مسلا ممكن يحصل secondary bacterial infection او عدوى بكتيرية ثانوية للحجوب دي زي ما قلنا يحصل فيها خراريج. وفي الحالة دي العيام بيحتاج مضاد حيوي وممكن يحتاج تدخل جراحي وحاجات زي كده. كمان ممكن الطفل بعد ما يخف من هذا المرض الفيروس يفضل خامن وكامن في الجهاز العصبي بتاعه وبعد كده يحصل له اعادة تنشيط بعد سنين من العمر عشان يعمل حزام ناري. واحنا كنا تكلمنا عن الحزام الناري في حلقة هسيب لك الرابط بتاعها في الوصفة اسفل الفيديو. في خمستاشر في المية من الاطفال اللي جالهم جديري مائي ممكن يحصل لهم في المستقبل حزام ناري. كمان ممكن يحصل فاريسيلا نومونيا او التهاب رئوي بسبب الفيروس ده. كمان ممكن يحصل ثرومبوسايتوبينيا او نقص في الصفايح الدموية. والعيان يبقى عرضة للنصف لكنها برضو بتكون حاجة مؤقتة غالبا وبتخفل وحدها الا في بعض الانواع زي حاجة اسمها ماليجناند تشيكين بوكس ممكن يحصل هباتايتس او التهاب في الكبد وساعتها هنلاقي وظائف الكبد عالية. فيها استباع كمان بالاشعاء التلفزينيه او بالسنار. ممكن يحصل مايو كاردايتس او التهاب في عضرة القلب. ممكن يحصل او مشاكل في الكلة وفي وظائف الكلة. فيا ممكن يحصل مشاكل في المخ والاعصاب. فيحصل حاجة اسمها سيريبيلر اتاجزيا. العيان يمشي غير متزن. ممكن يحصل حاجة اللي هو شلل في عضلات الجسم ممكن تكون حاجة خطر جدا وممكن يحصل انكفالايتس او التهاب في المخ ممكن يحصل حاجة اسمها كمان ممكن يحصل حاجة اسمها وبالنسبة للحوامل فالفيروس ده بيبقى خطر عليهم لانه ممكن لو جالها في اول الحمل يعمل مشاكل كبيرة جدا في الجنين حاجة اسمها الجنين يتولد عنده ضعف في العضلات وضمور في الاطراف ومية بيضة وندوب في الجلد وحاجات زي كده فدي حاجة طبعا خطر شوية كمان الفيروس ده لو اصاب الجنين في الفترة اللي هي حول الولاد قبل الولادة بيومين بعد الولادة بيومين ده برضو بيكون خطر جدا على الجنين لكن برضو خليك فاكر المضاعفات دي نادرة الحدوث وغالبا الطفل بيعدي بدون اي مشاكل خالص المضاعفات دي ممكن تحصل في بعض الفئات اللي احنا قلنا عليها لو طفل عنده نقص مناعة لو سيدة حامل لو شخص بالغ ممكن يحصل معهم مضاعفات من دي بالنسبة للتشخيص فتشخيص الجدر المائي او ده بيكون يعني الدكتور بيشوف الحبوب اللي طلع دي والطفح الجلدي ده بالشكل المميز ده هو بيشخصه كده خلاص الموضوع انتهى بنلاقي حاجة اسمها يعني بنلاقي اطوار مختلفة من الحبوب في نفس الوقت يعني تلاقي حباية لسه بدقة تظهر حباية اخرى في المرحلة المتوسطة حباية ظهرت وجواها في حباية تانية خلاص بتختفي جميع الاطوار في نفس الوقت موجودين دي حاجة كده بتميز الجدر المائي كمان لو فيه تاريخ مرضي ان فيه طفل مثلا مخالط للطفل ده وكان عنده جدر مائي ده كمان هيساعدك في التشخيص يعني مثلا يقولك ابن خالته كان عنده جدر مائي قريب او حد في المدرسة بتاعته كان عندي جدر مائي قريب اما لو انت عايز تعمل فحوصات لغارة بحسي مثلا او تتأكد من التشخيص فانت ممكن تعمل حاجة اسمها زانكس مير ممكن تعمل مزرعة او كالشر من الفيزيكولار فلاوت دي من السائل اللي موجود في الحبوب دي او تعمل حاجة اسمها دايركت اميونو فلورسنس تاست او تعمل بي سي آر او اميونولوجيك تاست حاجات زي كده ممكن تفيدك في النقطة دي لكن كدكتور وجايلك عيان فالتشخيص كلينيكال مش بتحتاج الحاجات دي ممكن بس لو عملت للطفل ده صورة دم كاملة ممكن تلاقي اليكوبينيا كرات الدم البيضة وليلة ودي حاجة مؤقتة وغالبا بترجع مع الوقت ما فيهاش مشكلة كمان لو عملت له وظائف كبد ممكن تكون مرتفعة شوية اما العيان اللي جاي لك ده لو انت شاكك ان عنده مضاعفات فانت هتطلب فحوصاتك على حسب انت شاكك في ايه يعني مثلا لو انت شاكك ان عنده التهاب رئوي فهتطلب للعيان ده شاست اكس ري اشعة عادية على الصدر او سي تي مقطعية لو انت شاكك مثلا ان عنده مايو كارتايتس التهاب في عضلة القلب ممكن تطلب له مثلا رسم قلب وممكن تطلب له ايكو على القلب لو انت شاكك مثلا ان عنده هبا تايتس او التهاب في الكبد ممكن تعمله وظائف كبد وممكن تعمله اشعة مثلا صنار على الكبد وهكذا لو انت شاكك في حاجة معينة مضاعفات معينة اعمل الفحوصات بتاعتها علاج الجدري المائي والتعليمات للأسرة ايه رقم واحد العزل الطفل اللي عنده جودة رمائي لازم نعزله عن باقي الاطفال وعن باقي الناس كلها عشان محدش تاني يتعدي ويكون خطر بالنسباله احنا عندنا الطفل بتاعنا طبيعي فالموضوع هيعد بسلام ان شاء الله بس مش عايزينه يعدي شخص اخر فلو بيروح مدرسة ياخد اجازة من المدرسة اسبوع من ظهور الطفح الجلدي بيكون كفاية ان شاء الله الطفل بتاعنا ده بيستحمى عادي عشان كان فيه ناس بتسأل هل الطفل ده يستحمى ولا ما يستحماش لا يستحمى عادي جدا بس بلاش بحاجة خشنة او بليفة خشنة عشان ما نجرحش الحبوب دي ونعمل او انتشار للعدوى وبالنسبة للاكل فما فيش اكل معين ممنوع عن المريض ده يأكل اكل صحي معمول في البيت وكل حاجة تمام وخلاص ولازم نهتم بالسوايل شوية عشان ما يدخلش في جفاف كمان الطفل ده لازم نقصله دوافره عشان ما يقعدش يهرش في الحبوب دي فمن ناحية هيعمل او هيعمل انتشار للعدوى ومن ناحية التانية ممكن يعمل عدوى بكتيرية ثانوية في الحبوب دي ويعمل خرج ويعمل مشكلة فلازم نقص دوافر الطفل ده كمان ممنوع الاسبرين للاطفال كخافة حرارة ما تديش اسبرين للاطفال اصلا لان ممكن يحصل حاجة اسمها رايس سندروم فممنوع اسبرين وبالنسبة للعلاج المحدد فالطفل بتاعك ده زي ما قلنا غالبا بيعدي بسلام ان شاء الله طالما هو طفل طبيعي ومعندوش نقص مناعة ممكن تحتاج له حاجة خفضة للحرارة بارستامول مثلا لو هو درجة حرارته بتاعها ممكن نديله كلامين لوشن حاجة كده مهدقة للجلد عشان الهرش والحاجات دي وممكن نديله حاجة انتهستامينيك حاجة برضو عشان ما يهرش كتير وكمان ممكن ندي للطفل اسايكلوفير اللي هو مضاد للفيروسات زي زوفراكس مثلا بجرعة عشرين ميلي لكل كيلو اربع مرات يوميا خصوصا لو في اول اليوم من ظهور الطفح الجلدي بيكون مفيد الى حد كبير الكلام ده كله لو الطفل بتاعنا زي ما قلنا طبيعي مفيش عندو نقص مناعة ومفيش مشكلة اما لو كان طفل عندو نقص مناعة او شخص بالغ في الحالة دي اجباري انه ياخد الاسايكلوفير بين الدهول عن طريق الفم جرعة الاطفال زي ما قلنا عشرين ميلي لكل كيلو اربع مرات في اليوم جرعة البالغين بتكون تمنمية ميلي جرام خمس مرات في اليوم لمدة سبع ايان وفي الحالات الشديدة جدا ممكن ندي لهم الاسايكلوفير ده بالتنقيض الوريدي كمان في انواع تانية من مضادات الفيروسات ممكن نستخدمها حاجة اسمها وحاجة اسمها بعد كده بنعالج اي مضاعفات تزهر لو زهر اي مضاعفات بنعالجها وده بيكون بقى في المستشفى يعني عيان حصل مع التهاب رئوي طبعا هيتعالج في المستشفى عيان حصل له مايوكاردايتس عيان حصل له باتايتس اي حاجة من المضاعفات اللي قلنا عليها بيكون علاجها في المستشفى لكن انت ترقب طفلك وتشوف لو في علامات خطر من اللي هقولك عليها دي تتوجه للمستشفى لو لقيت الحجوب بتاعته احمرت بشكل غير طبيعي وتضخمت بشكل غير طبيعي ودهي المستشفى لو الطفل بتاعك رافض يشرب السوايل تماما ودهي المستشفى عشان مدخلش في جفاف لو في علامات بالفعل للجفاف يعني مثلا الطفل الفم بتاعه ناشف ولسانه ناشف العيان مدروخ العيان كمية البول بتاعته قليلة ولونها غامق الحاجات دي كلها بتقول ان في جفاف العيان مدروخ ودهي المستشفى العيان لو عنده صعوبة في المشي او توهان او دوخة ودهي المستشفى لو عنده صدع شديد او تيبس في الرقبة او قلم في الظهر ودهي المستشفى لو عنده قيق متكرر شديد لو عنده كحة جديدة او صعوبة في التنفس او قلم في الصدر او حاجة اسمها ويزنج صوت صدره بيزيق ودهي المستشفى لو عنده ارتفاع درجة حرارة استمر اربعة ايام ومش رادي ينزل ودهي المستشفى في حاجة اسمها اي في اي جي انترا فينس اميونو جلوبيلين يعني مصل او نقدر نقول مناعة جهزة ده بندي لبعض الفئات اللي هم اكثر عرضة للمضاعفات لو اتعرضوا لشخص عنده جدريمائي يعني على سبيل المثال طفل ومناعته قليلة واحنا خايفين عليه وتعرض لطفل تاني عنده جدريمائي فالطفل اللي منعته قليلة ده ممكن نديله الاميونو جلوبيلين ده كمان لو سيدة حامل لو طفل بريماتيور يعني مولود اقل من سن الطبيعي بتاعه لو طفل اقل من سنة ولو طفل او جنين لسه مولود لام عندها جدريمائي الحالات دي يفضل ان احنا نديهم طبعا اي في اي جي بالنسبة للقاح ضد الجدري المائي فالقاح موجود في مصر مثلا في المصل واللقاح الصورة قدامك اهي والتعليمات قدامك لو انت مش في مصر شوف موجود فين في بلدك وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم